السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم عنا جهاز سيكس بلوس. بدنا نشتغله بالاداء الجديدة جي اس ام اتجا. هاي الاداء فيها عدة خيارات. فيها كتير امور بتقدر تعملها للاي فون سواء من الجي اس ام او الميت والاجهزة اللي عملية او عملية الجلي بريك. اه زي ما انتم عارفين اه سيكس بلوس لازم نعمله جلي بريك. هذا الجهاز هو والسيكس ما بيشتغلوا غير عن طريقة جلي بريك. فراح نعملهم ان شاء الله على الاداء. يا ريت بالبداية اذا ما كنت مشترك بالقناة. تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول رقم في المسابقة رح يكون واحد بالنسبة للمسابقة. اه اي متسابق بربح من في المسابقة بيضغط على هذا الكود وبينسخ لي اياه وبيبعت لي اياه على الخاص من لمحة مواقع التواصل موجودة او اذا بدو يشتري اشتراك للاداء من خلال واتساب او التليجرام من هون بتواصل مع صاحب الاداء وبيشتري الاشتراك. اه المسابقة انه في اربع ارقام بحكيها خلال الفيديو. اول اربع اشخاص او خمس اشخاص ببعتولي الارقام رح يربحوا اشتراك لجهاز لهم بالاداء. مباشرة مبلش بالفيديو الجهاز مسكر بشكل كامل زي ما انتم شايفين. اول الشغلية بدنا نعملها بدنا نعمل جل بريك للجهاز ولكن ما راح نعمله من الاداء راح نعمله من وين رين. نفتح برنامج وين رين. ننتظر اللي يفتح البرنامج. لما بتشتغل عنده الاداء مباشرة بدون اي مشاكل يشغل في بي ان. اذا اعطتك اخطاء بتنزل الفي بي ان. الفي بي ان راح بشيل الصح عن يو اس بي دي كي. هاي ضروري تعملها. بعدها منضغط تالي. بدخل الجهاز هيك على وضع الريكابري لوحده. زي ما شفتو دخلت وضع الريكابري. الان بحكي لك اضغط بور مع زر الهوم عشان مندخله بوضع الديفيو مود. نيجي على البور منجهزها. بعدها منضغط ستارت. منضغط مباشرة على الهوم. ننتظر ثلاث ثواني. بعدها منرفع ايضنا عن البور. منضغطين على زر الهوم. هيك الجهاز دخل في وضع الديفيو مود. وزي ما شفتو مباشرة بلش بعملية الديفيو مود. مننتظر لغاية ما تتم العملية ويفتح الجهاز بشكل كامل. بلشت العملية بلشت الجهاز ياخد بالجلي بريك. طبعا اذا ما اخد معك جلي بريك من اول مرة بترد تعمله كمان مرة جلي بريك. لازم ياخد معك جلي بريك. لو ما اخده من اول مرة الوضع طبيعي بتقدر تعطيه كمان مرة. زي ما شفتو الجهاز اشتغل. نعمل هون ما اخد الجلي بريك. فرد عاد مباشرة. اوكي مرد نضغط الباور. مع الهوم بعدها بفلة الباور وبظل ضغط على الهوم. لو ما عمل معك جلي بريك من اول مرة تاني مرة بيعمل يعني الوضع طبيعي جدا. ممكن تنجح معك من اول مرة. يعني الوضع عندما زبطت من اول مرة فالوضع طبيعي جدا. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة والرقم الثاني هو تسعة. يليت يا جماعة تشتركوا بالقناة يعني نسبة الغير مشتركين كبيرة ومتابعين يعني يشاهدوا الفيديوهات دائما. يليت تشتركوا بتدعمونا نكمل هال المشروع. زي ما شفتو خلص وفتح التليفون. الان لسه هون معطي جلي بريك نو. فباجي بعمل ريفريش تولز من هات الخيار. اشوف اخد الجلي بريك او لا. زي ما شفتو بعد ما خلص الريفريش اخد الجلي بريك بشكل كامل. الان الخطوة الاخيرة اني بضغط على باي باس هلو جلي بريك. فقط لا غير. يعني بعد ما عملت الجلي بريك بس بضغط على هذا الزر في الاداة. ما بعمل ولا اي شي تاني. ننتظر لغاية ما تبتح الاداة. الرقم الثالث في المسابقة وهو تمانية. مثل ما شفتو اعطى باي باس هلو جلي بريك ساكسسفولي تمت العملية بالنجاح. ننتظر لا يفتح الجهاز. مثل ما شفتو الجهاز فتح بشكل كامل. ما عليها اي كلاود تقدر تضيف الاي كلاود خاص فيك وتشغله بشكل كامل. طبعا الاداة فيها كثير خيارات فيها هون مور فيوتشر بتقدر هون تضغط على مور فيوتشر. طبعا اذا كان جهازك اي جي اس ام تشتغل معك مع شبكة مباشرة تشتغل معك مع شبكة. في عندك هون باك اوب جلي بريك في عندك عدة خيارات هون موجودة هون ام دي ام باي باس. هون باي باس تلاتاش لارفعتاش ونص. في كتير خيارات هون نتورك انلوك. تشينج سيمس. في يعني في كتير خيارات في الاداة. الاداة فيها مجموعة ادو يعني خيارات بتساعدنا كثير. في عندك اوبن منيو اف ام اي اوف. للاجهزة المفتوحة اللي عليها اي كلاود ومش عارفه. بدك تعمل تسجيل خروج منه. ففيها مجموعة ممتازة من الادوات. دي ما انتم شايفين هون بعد ما الجهاز فتحي خلصت العملية. باشرح لكم هون بس شغلة بسيطة. بالنسبة للقناة هون عدلت قوائم التشغيل. لو فتت على قائمة التشغيل. راح تلاقي كل اداة فيديوهاتها موجودة. يعني هون مثلا تي اف تي. اس اه سام اف دبليو روم اف دبليو. اه زيرو زيرو سفن رام دسك. طبعا الاداء الفري كتب لك عليها زي ايك. روم اف دبليو فري. عندك هون فيها مثلا سبعتاشر فيديو. اه عندك زيرو زيرو سفن في عليها اربع فيديوهات. هون الوين رين اللي عملنا عليها الجلي بريك. موجود عليها أربع فيديوهات لأربع أجهزة حفيدك كل الأدوات كل أدوات تضغط على قائمة التشغيل تفتح لك كل الفيديوهات الموجودة بنفس الأدوات اللي شغلينها بنفس الأدوات يعني ممكن تلاقي الجهاز اللي أنت بتسأل عنه أو بتشتغل عليه راح تلاقي موجود في قائمة التشغيل هاي هيك عملتها عشان تسهل عملية البحث يعني مثل هيك الأجهزة سامسونج A30S تكنو يعني نشكل اللي تكون العملية سهلة في البحث في الأجهزة يعني حبينا نسهل الأمور إن شاء الله هذا كان الفيديو لليوم الرقم الأخير خمسة نراكم على خير إن شاء الله أول أربع أشخاص أو خمس أشخاص بيبعتولي الأربع أرقام راح يربحوا اشتراك مجاني في هاي الأداء ياريت يا جماعة اللي بده يربح يعني اللي بده يبعت الأرقام ياريت يكون عنده جهاز ما يحكي لي إنه خليها بعدين ياريت يعني يكون عنده جهاز ومباشرة أبعتله إياه ويفعل يعني إنه بواجه مشكلة إنه كثير ناس بتحكي لي خليه باخده بعد أسبوع الجاي بعد خمسة أيام بس أبسط فجماعة اللي يحتاجه مس هو اللي يشارك في المسابق أعطيه بشكل لحظي يعني يشبك ينزل الأداء ويشبك جهازه ينسى خويه بعتلية هذا كان الفيديو لليوم نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته